اشتركوا في القناة الذي كان له الاثر الواضح في ازدياد عدد المفكرين والباحثين وازدياد عدد مؤلفاتهم والتي كان لها الدور في تعزيز المكانة التي واصلت اليها البحرين على الصعيد الدولي كدولة تهتم بالبحث والمعرفة والثقافة جاء ذلك للاستقبال سموه بمجلسه العامر بقصر الوادي الباحث كمال محمد بكمال الذي اهدى سموه نسخة من كتابه بعنوان نجوم في ظلال المدينة والذي تناول فيه تاريخ بداية حكاية الرياضة بمدينة عيسى احدى المدن التي انشئت في عهد الموفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان اهل خليفة طيب الله ثرى كما تضمن الكتاب مراحل النمو والتطور التي شهدتها الرياضة في هذه المدينة من عام 1967 وحتى عام 1976 والفرق التي تكونت في ذلك الوقت بالاضافة الى نبذة عن تأسيس نادي مدينة عيسى واهم الرجالات الذين كان لهم دور كبير في عملية التأسيس واشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بهذا المؤلف المميز الذي يحكي سيرة عطرة وحافلة للنادي الذي شهد نموا سريعا للرياضة ما ساهم في تمييزها واحتضانها لرجالات قد ساهموا في تطور رياضة البحرينية والنقلة الكبيرة التي شهدتها المملكة منذ تلك الفترة وحتى يومنا الحاضر معربا سموه عن تمنياته للباحث بدوام التوفيق والنجاح في مسيرته البحثية القادمة من جنبه يعرب الباحث كمال محمد بكمان عن شكره العميق وامتنانه الكبير لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مبينا أن هذا الكتاب يوثق مراحل تاريخية للنمو والازدهار التي شهدتها الرياضة بمملكة البحرين وبخاصة النادي مدينة عيسى أحد الأندية العريقة في المملكة منوها إلى أنه يمكن اعتبار هذا الكتاب مرجعا يبين الكثير من الحقائق والوقائع الجميلة والرائعة للأجيال القادمة من أعضاء ولاعبي ولاعبيين وجميع منتسبي النادي في ذلك الوقت ترجمة نانسي قنقر